أما في صحيفة 26 سبتمبر حيث علقت بالعناوين الإخبارية التالية رئيس الوزراء يلتقي أمين عام الأمم المتحدة في جينيف السويسرية رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية السويسري لمناقشة الوضع الإنساني وحجد الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وزير المياه يرأس اللجنة المشتركة لتقييم خطة الاستجابة الإنسانية لقطاع المياه الأمم المتحدة تعلن تلقيها تعهدات بمليار ومئتين مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن